موسيقى الآن أحاول أن أتناول الموضوع بطريقة حاول أن لا أجعل أحد يرفضها يعني أحاول أن أتحدث عن شيء لا يستفز أحد بغض النظر عن موقف المستمع مما يجري يعني أنا أتناول موضوع من باب فكري وأخلاقي كما قلت أنا أعلنت ترامني قبل أسبوع وقلت هذا موقف أخلاقي وما زلت أؤثر على أن هذا موقف أخلاقي من جميع الناس أنا لا أهمني ماذا جنسي المهم ما دام هو إنسان هو إلي علاقة باتخاذ موقف أخلاقي معهم لهذا السبب أرفض قتل الأطفال مثلما أرفض قتل الأطفال هنا أو هناك بغض النظر الطفل لا يوجد تصنيفات الأطفال طفل وطفل فبالبعض لا يصنف يقول لك لا هذا عندما يقتلون الأطفال هناك هو يطلع يوزع حلوة ويرقص ويقول أنت صرر وعندما أهل يقتل ما عنده يظل يتباكر فهذا الموقف الأزواجي يجب أن نتوقف عنده المهم أنا أنا تضامن مع القضية الفلسطينية ولكن أقول وأنبه لأنه ليس كل من وقف مع فلسطين هو كان يقف من جانب أخلاقه هنا المشكلة يجب أن نفرق بين الأمرين أنا أريد أن الأغلبية لا علاقة لها بهذا الموضوع مطلقة أصلا ليس في بالهم المسألة الأخلاقية بأكملها صحيح يتحدثون باسم الأخلاق والقيم لكن ضمن الخطاب السائد الفارن ومجرد تقليد لحوارات السياسيين وأكاديفهم وهذه العبارات الجسور اللغوية التي يبررون فيها كلامهم والتي قل ما تفحصها الناس وتفحصت معظامينها الفارغة والمتناقضة أصلا أنا قبل تضامني مع فلسطين نشرت أكثر من حلقة قدمت فيها دلة على أن الدين لا ألاق له بالأخلاق سواء بتعريف اللغوي أو الإصطلاحي أو العقائدي أو المفهومة وهذا اللي راح أطبقه هذا المفهوم أو تعريف للدين على ما حدث بغزة أستعيد حتى وضح هذا الموقف الأخلاقي أستعيد أكثر من مشهد أول مشهد بغداد سنة 2003 عندما دخلت القوات الأمريكية وسقطوا تمثال صدام ومشهد آخر دخول هولاكو إلى بغداد سنة 1256 أو 656 هجرية أيضا مشهد سقوط أبراج نيويورك سنة 2001 عندما هاجمت القائدة بـ 19 واحد بأغلبهم من السعودية برجين ومات بسبب التلاف شخص وأيضا ما حدث في غزة يوم 7 أكتوبر عندما دخلوا قتلوا الناس في حفلة موسيقية وغزة مستوطنة وقتلوا فيها من قتلوا هذه المشاهد كلها توضح أنه مواقف الأخلاقية هذا المواقف الأخلاقي الموقف الأخلاقي هنا يتضح أنه أنت عندما تشوف الجرائم التي ترتكبت في هذا عندما تشعر بما هو هذا الإنسان تعرف أن هذا الإنسان فيه نزعة الدميرية كما يقول فرويد طبعا ليس هذا التفسيري أنا تفسيري أقول هذا الشعور القطيعي هذا أسميه الشعور القطيعي الذي يجعل الإنسان يفقد يفقد كل قيمة وكل أخلاقه وكل يفقد ذاته يتحول إلى جزء من قطيع جزء من جماعة يفعل ما يفعلون ويهتف كما يهتفون ويقتل كما يقتلون وبفرح وشعور عارم بالتضامن والانتماء إليهم هذا الشعور لا بد أن نعترف شعور حقيقي يعني شعور طبيعي لا يمكن أن تقول الأكراد أيضا أبطال استعادوا أراضيهم من غزو العربي ولكن أخذوا كثير من أراضي المسيحيين هي مهمة شعور القوم نفسه نفس المشكلة المهم فهذا النزعة التدميريهية التي موجودة داخل الإنسان وهذا الشعور القطيع هو الذي طبيعي الموجود لداخل الإنسان لكن الإنسان عندما يطور يجب أن يتخلص من هذا يجب أن يتفاعل مع المحيط يتفاعل مع الآخرين المختلفين يجب أن يجد جسور للتفاعل معهم وهذه هي للتخلق المجتمعات ويتطور من خلالها الإنسان لكن عندما تيجعني الحالة العربية حالة الفلسطينية الإسلامية لا أحد يسمع الكل يصرخ الكل يشعر أنه في حالة حرب والسبب هو انتماءنا قطيعي لبعضنا والمشكلة لا نستطيع أن نعمل بطريقة أخرى تعلمنا هكذا ما دعنا فعل ما أدى أي طريقة أخرى بل منعنا وجود أي طريقة أخرى الطرق الأخرى وجدت أنه كيف ننشئ مجتمع حديث نطبق منظومات حديثة متطورة للألاقة فيما بيننا لإدامة الألاقات وإقامة نظام سيستماتي ممتاز يديم الألاقات فيما بيننا بطريقة أخرى كما فعل الدول الغربية نرى ما فعلوا هو نعيد تشكيل النظام أو السيستم الذي يربط بما بيننا ومن خلال تفتضح القوانين ويعرف كل الناس حقوقهم من خلال المساواة لما دعنا ببداية الكلام قلت عنها ليس لدينا دولة ولا مجتمع ونتحدث عن هوية كيف تكون لديك هوية وأنت ليس لدينا دولة ولا مجتمع هوية الدينية ليست هوية هذه قطيع وليس هوية فالهوية تحتاج المجتمع وأنت أصلا ما عندك هذا المجتمع فبالتالي هنا المشكلة المشكلة الهائلة التي نحن فيها الكل يصرخ وهذا العقل القطيع يقودنا بطريقة واحدة فقط لا توجد طريقة أخرى أي شخص يتحدث عن علماني يقولك العلم يكفر العلم يقولك هذا العلم إذا ما يطابق مع الدين ما نريده يعني ما يطابق مع القطيع هذه الفكرة ما هو دين أنا تعريفي الدين هو القطيع فلازم يطابق مع القطيع فهذا ما نريد العلم هذا العلم الذي لا يتطابق مع العلوم الشرعية لا خير فيه ولا نفع كما يقول ابن تيمين وخلص ما نحتاج هذا العقل المغلق الذي صنعناه هو هو سبب الإشكال هو هذا الذي يولد لدينا هذا الصدام مع الآخرين هذا العقل السيليكوني السيليكوني عادة بالسيمي كوندكتر يعني فيزيوي السيمي كوندكتر يدخل لك لصفر يا واحد طريقة صفر واحد طريقة عمل الكمبيوترات والخوارزميات عموما كل الأشفال المواصلات إنه صفر واحد ما يقبل ما عنده إلا نتيجتين هذا العقل العربي السيليكوني العقل السيليكوني العربي الإسلامي ما بيhh النتيجتين صفر يا صفر يا واحد هذا العقل القطيع راح يسميه هو اللي يسميه جابري العقل العربي يجب عليك أن تعرف إنه لا يقدم إلا نتيجتين نتيجتين فأي موضوع تطرحه لن يمرر إلا بوجود إشارة أولى يعني أنت أول مرة يشعر أول كلمة تقولها أول شيء تقولها رأساً تشتغل إشارة عند المتطرف الديني أو العربي التقليدي حتى بهم مستويات عالية يقولك هالإشارة رأساً هل هذا معنا أو ضدنا يا صفر يا واحد مثل السيمي كوندكتر مثل الترانسيستر صفر واحد هذا واحد إذن خان صفر لا من عندنا ورفض كامل رأساً يا رفض كامل يا تقبل كامل وهذا تنتقل تتناسل مع المذاهب المتشعبة من النسيحية تتناول من المذاهب الإسلامية السلفية نفسهم هم يطلع عليك 7000 فريق وهكذا ما تنتهي يعني فهو كلها صفر واحد يشتغلون على النظام صفر واحد لا وجود لحلول وسطى لا وجود لحوار لا وجود لأي تفاعل فيا هذه يا ترك وهكذا نسير بهذه الطريقة المرعبة وصديق لوقيانوس يقول السادات السرزعة سيناء عبر اتفاقات كاملبي الحالة الوحيدة الإيجابية هي اللي قدمها السادات اللي انقلبت الدنيا صدام قلب الدنيا وجاء بالقمة العربية ذكر أنا كنت يعني مراهق سنة الوحيدة سنة الوحيدة نعتقد تسعة سرزعة قلب الدنيا جاء بالأمة وقعد هيك هو على المؤتمر القمة وقال هاي سووت وقاطعة شاملة لمصر نحن كنا نهتف وراء الأوروبا وإسرائيل وما نعرف الحقيقة والرجل بعد ذلك نجح بأني استعيد أرضه بدون يعني طب دخل في عينهم قالوا خلاص شنو مشكلتهم هاتم تخافون من مصر هاتفاقيت مع عهد السلام في مالا خلاص تهى الموضوع ولحد الآن من التزمين الطرفين من التزمين بالاتفاقين وصحيح المصر الآن وضح أسوأ بكثير التقاء يعني الاقتصادي وغيره لكن يشعرون بالأمان الذي لا يشعرهم بأمان وجود حماس على طرف حدودهم الآن أصبحت حماس هي الخطر وليس إسرائيل يعني إسرائيل هي الدولة صغيرة هي كما يقولون كيان كيان مزروق بالنص اهم له أعتبر هذه منطقة أهم له وأخذ حقوقك منه أخذ أراضيك وخليه الموجات وخلصتها الموضوع لا لا هذا ما يحدث لماذا؟ لأننا لا نطيق يا صبر يا واحد لأنه هذا التنافر الحضاري لا نريد أحد يعلو علينا لا بد أن نعلو على الجميع وجود اليهود لا نقبل بذنمي لكن أكثر من هذا لا مرفوض نهائيا وإتباع قياد أوسلو فشلت وضمن حماس وجدت أنا ما أقول تطبيع أنا ما أفهم بصراحة ما لعلاقة تطبيع ولا ما أفهم بصراحة أنا ليس سياسي ولا هذه الحلول التي اختار الشعب الفلسطيني والعرب السياسية وغيرها هذه مسألة ما لعلاقة بها ولا أرحب بتطبيع ولا أرفض ولا أقبل لأنني ما أفهم بها ولا عندي أي فكرة ولا أريد أن أعرف أي شيء عنه لكن أنا أتحدث عن جذور الموضوع الروح التي تحركنا وكيف علينا أن نحاول أن نفهم ما يجري مستشفى المعمداني الإسلام دمركم من الأربعة عشر قرنا ولم ينتهي بعد سوف نشاهد النتيجة بعد بضع سنية قليلة والسلام لكم إن أحببتم هو الإسلام نتيجة يعني هنا المشكلة المشكلة عندما نضع الإسلام في قفص الاتهام ونضع الدين واليهود أيضا جهودي عندما نضعه في قفص الاتهام ونقول لا الحقيقة هو أبناء هذه الثقافة أبناء هذه الأرض هذه البيئة أبناء هذا الصراع الحضاري أو الثقافي أو البشري نحن نبسط الأمور هذا الصراع البشري ولدنا هذه الأديان وهذه الثقافات ولدتنا فكرة اليهودية فكرة العروبة العربية فكرة الإسلام أو منفهوم الإسلام ولدتنا المانوية ولدتنا المندائية الأفلوطينية الحديثة المهجثة كما يقال هذه كلها التراقحات وأنتجت لنا ما نحن فيه كافي كافي دعنا نفهم هذا اللي طلعنا من عنده حتى نفتهنا خلاص كافي تقديس ارفع القداسة ليس أواني القداسة خليهم الموضوع اللي يحدث الآن هو التنافر حضاري نحن نجاي نرفض الآخر نرفض الآخر بدأ يخاف من أنه يخاف من أنه وبسبب هذا المنطق الأعوج خير أمة وصياة صفر يا واحد هذا التنافر المعرفي يسميه التنافر الديني التنافر الإنساني التنافر الاجتماعي الجماعي التنافر القطيعي هذا التنافر يجب أن نعتبره هو العلة القاتلة التي نعاني منها جميعا هذا عندما نرفع هذا الشيء سيحترم من العالم لأن العالم كان يعيش هذا التنافر القطيعي وكان يعتاش عليها وأسست الدول كلها الشعوب كلها أسستنا بس على هذا التنافر القطيعي القطيع البشري أقصد لكن تجاوزوه عندما جعلوا الإنسان هو مركز الحقيقة ومركز الفعل ومركز الاهتمام وأدى ذلك اتضحت الأمور اتضحت لم يأدونا لك الشعارات لها الأولوية لا أصبح الواقع هو الذي يجب أن تتطابق مع الشعار أو قريب يكون مسافة قريبة بين الأمر بين الحالين أنت لا يمكن أن تطالب بأنه تنشر الإسلام بربوء الكرة الأرضية بأكملها وتخوض حروب إلى ما لا نهاء يعني حماس ستريد هل نفترض حماس ستريد تريد يعني تحرر تحرر فلسطين من النهر البحر يطلع لك هذا البرغوثي واحد اسمه تميم برغوثي يتحدث باللغة العربية فصحة بيها يخطعه طبعا ويخطع وتلقى عدة ستين ألف لايك على شين هو يتحدث كلام بعروري بعروري يعني البعرور من البعرور الغلم كلام بعروري ولا نقبل إلا أن ونضحي بالملايين اسمعت لك باليوم يتحدث بمجانية وبطريقة مرعبة مخيفة يعني كأنما يعني واحد جزار يريد يدعو العالم إلى الدخول إلى جهنم قل لك هذا خلاص كلها داخل جهنم ويقول لك لا نحن ما نقبل ما غزة نحن من النهر إلى البحر يا كل لازم نطلع الدغرة على نوصل إلى جنوب الملان ونطب نسحق كل شيء وهذاك الثاني ما اسمه عطوان لازمه لازم هو لماذا التحريض المستمر على العنف وعلى القتل وعلى الدم ويا ريت نفع على سمي خالف وهي محترمة بحروب ما زاد والآن ندفع ثمنها أنا واحد من الناس ندفع ثمنها والآن شكرا لازم اللي اقتب هولندان ليش اجل هولندان ليش غير وبعد ذلك اجه بعد هؤلاء الرعاء والذين يتهمون آخر هؤلاء رجال الدين يتهمون الباقيين دهما ورعاء بالحقيقة هم الرعاء هم التفكير تفكير الرعاء هم الذين يقودون الناس بطريقة الرعاء ويفكرون بطريقة الرعاء لأن لا يقود الرعاء إلا واحد من الرعاء أصلا متحضرة متفهمة خلوقة متفائلة فيما بينها تجد الغريب يدخل فيما بينهم ويعيش بينهم بشكل طبيعي لا هذا احنا لا كفرة مجلمين ملحدين سفلة هذا علماني هذا معرف ايش هذا الشيعي هذا السني هذا السلفي تصنيفات تصنيفات بسوين تبويبات يعني عنده هذا تصنيف عنصري ومع هذا عندما يتحدث يتباكون على العنصرية الصيونية وانت اصلا تفكر بطريقة عنصرية هو الصيوني شنو مشكلة لماذا هاي المشكلة صارت هو لانهما يفكرون بطريقة عنصرية وانحنا نفكر مثلهم يصير احسن منهم هم عنصريين وشعارهم عنصري ودولتهم عنصرية اصلا ونظامهم عنصري انت تجي تصير مثلهم ماذا فعلنا وماذا حصدنا على كل حال الفكرة التفكير هذا التفكير القطيعي او العقل القطيعي دائما نفكر يا تلمدح يا تنشتر ايش تقوله مع القطيع تلمدح او يعني تمرر ومجرد تطرح رأيي تنشتر اما اذا كنت محظوظ فما ترجم سترجم او شيء من هذا القدير عليه فحنا نقول ان علينا تفكير فيما فعلته حماس من يقول هذا هذا علينا يتوقع انه سيواجه بطوفان من الرفض الفوري لانك بدأت بداية غير متفق عليها لا بد ان تتحرك بالطريقة التي يعرفها ينتظرها منك الفرد القطيعي الفرد القطيعي يقول لك واحد صفر يا تدخل يا تطلع يا خاعن يا اخ اخوة مؤمن ورفيق لا يا صفر يا واحد فرأسني يلفظك ما عدنا يقول لك هنا ما فكر بأي طريقة وبعد ذلك طبعا يبجي بعمليات تصفيتك لانه هناك اختلاف لا يجوز هذا مختلف هذا عده رأيي هذا ليس بالملايين شونهاي كل احنا بالملايين يعني لماذا كرعك لمبالي كلمة ملايين ضحايا بالملايين كل احنا فداع المعركة وما لذلك فانت لا هذا اختلاف ما يصير جريمها ولا اختلاف مع المختلف طبعا عليها تبدأ عملية تصفيتك ويقوم لك بلوك او يطلع لك الشعارات مالتجاهزة خائن عميل انت كذا انت كذا انت كذا يعني بالنتيجة النهاية يقول لك لا مراجعة لا وجود مراجعة لا احد يراجع ما يحصل لا احد من الفلسطينيين يطلع الآن يجرأي حر فلسطيني حر ما تشوف ما تشوف لماذا اين هؤلاء جميعا هؤلاء الناس الكبار الفلاسفة المفكرين المفتقفين الكبار اسماء كبيرة بين الفلسطينيين اسماء املاقة اينهم كلهم لا يتحدث بصراحة ما تعرف يعني كل واحد منهم يلعب بالنار ما اقدر يعني انت ما عندك حل يا تحدث موقفك يا معانا يا ضدنا معانا لا تتنفس يعني ما عندك حق تتكلم وبالحقيقة يعني العرب واليهود اثنين هم نفس يعني الخراءة والبور كما يقال هم اثنين هم مساكين اثنين هم اثنين هم اثنين هم مضحوق عليهم صراحة اليهود مضحوق عليهم من قبل الغرب دفعهم علينا وتخلص من اجهم وايحنا ايضا يضحك علينا وانتنين هم وحماس تضحك عليها تركيا وايران وحماس نفس هنية وجماعتها يضحكون على الشعب غزة وتركيا اليوم تخيلوا تركيا اليوم بعثت تسبة بعثت مئة طن تبرعات تبرعات المن مش لغزة تبرعات لإسرائيل سفينة بحيفة نزلت تعويضهم عن خضروات المزارة الخضروات اللي خسرت إسرائيل في قطع غزة او في محيط غزة بعثت لهم مساعدات تركيا يلا روحوا تحدثوا عن يلا يلا وان مين تحدث عن اردوغان لا هذا يعني هذا معنا يعني هذا صفر واحد منطق التنافر القطيعي فهذا لا هذا ما يحصل بالنتيجة الكل يضحك علينا اليهود دفعهم علينا خلصت منها خلصت منهم أوروبا تخيلوا الآن وهذا يجيك البرغوثي يقول لك خلالهم يطلعهم من البحر ومن يقبلهم أوروبا خلصت منهم بالعافية تترجحهم علينا فإذا تعادية نفسك وعادية الآخرين وعادية الغرب اكسب الغرب يا أخي تسوي لك حلفاء وتريد تنتصر كيف تقول لك لا مقاومة المقاومة حق مشروع لا يأخذ هذا المقاومة لا يأخذ مشروع طبعا هذا المقاومة هي بديهية لا يراد لها نقاش لكن هذا المقاومة كيف تحصل غير تتصرف بطريقة فيها شرعية فيها مشروعية من تجي طيارة تخطفها وبعد ذلك فريق رياضي تروح تقتلهم ببيوني خذك بالسرعينات أو ناس أتم حفلة موسيقية تدخل عليهم وتقتلهم أو ناس قاعدين ببيوتوب وتقتلهم وقال الرئيس الأمريكي قطاروس يعني هو طبعا ضدك وطبعا ضدك مثلا تتحدث عن نفسك في شاطر تحدث عن أفطائك وتحدث أنه هذا نحن بيناتنا قد نمشاكل مثل ما هم يتحدثون بيناتهم وقالوا قد نمشاكل هذا اللي يجب أن يتحدث يكون الصراحة وإلا فسنبقى هكذا أنا قلت التنافر الثقافي هو سبب الهزيمة اللي يجر حاليا ما هو النذيج بصراحة هناك صدام بين نمطين ثقافيين غربي وشرقي بغض النظر عن تقييم كما قلت لا حاليا نبدأ عن تقييم ما هو الغرب أفضل أو الشرق أفضل هذا حقيقة أي أن هذه القطائية موجودة لدى العرب واليهود كما قلت واثنين هم قلتوا بفكر إقصائي قطائي وكما يقال على من تقرأ مزاميرك داود المهم أن الغرب الغرب باته يتقدمنا أخلاقيا هي هاي النتيجة نهاية فيما نحن لا نعرف حتى الآن ما هي الأخلاق ولا نبالي بها إلا في السجالات الكرامية فهي لا وزن لها في أي خطاب ديني هي هاي المشكلة ما عدنا النصل الخطاب الديني ما بيأخلاق هي هاي مشكلة عدنا غياب للكود الأخلاقي ما موجود يعني مثلا أنا أذكر في الحرب مع دائش في شمال الأراق من موصل واحد عندنا اسمه أبو أزرائيل طلع بالتلفزيون سوى فيديو معلقين دائشي وحرقينه وهذا جايب بالسيف يأبث بالجسد يقطع به تخيلوا هذا غياب كود أخلاقي يعني يعني هو جثة تشوه هاته شنو يعني وأكو واحد قتل أبناء عمّة في السعودية واحد من السلفيين قتل أبناء عمّة ولا ما يصلي أو فتش معروف شو هذا يعني وأكو واحد في جماعة النصرة قتل أمّة قتل أمّة 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 الآخرين لماذا قال أنها علوية قتله هي أمّة هو ابنها الوحيد جابه وقتلها أمّة ورجال الدين ما قالوا لشيء وداخوا بها هم رجال الدين نفس اللي ربّوه اللي غذّوا دينيا وشوهوا دماغة وغسلوا دماغة هم نفسهم يعني ما قالوا للتعالج تشوف تعب الله ما منعهم لهذا سبب الشعوب ما قتل مع عائرة خلاقية حتى على مساوعة الشائر تجل يعني نذهب إلى أعمق ليه شوّن راح حول الفلسطيني وين ارتكبوا جرائم من الكويت إلى العراق إلى الأردن إلى لبنان والسوريا كل الشعوب لديها ناس يرتكبون أشياء لكن التعاميم لأنه شعب مظلوم لا يوجد الشعب بالكرة الأرضية تعرض لما تعرض الفلسطينيون ناس مظلومين من جميع جهة يجب أن نعترف بها وحساسين جدا وهذه قضية يجب أن ندرك ها بالتالي غياب الكويت الأخلاقي هو سبب التنافر المعرفي لأن الأخلاق هي مستوى عالي أرفع من الدين الدين لا يصنع أخلاق متعالية أو مورال أو أثيكس ما لدينا أثيكس هذه الأخلاق لها علاقة كلمة الأخلاق لدينا علاقة بالخلق وليس بالأخلاق الخلق لها علاقة بالسماء التعاليم الدينية وتحول الجميع إلى قطع ديني يسمع ما يقوله الولي الفقه أو الولي الأمر ولا يناقش ولا يجادل ويطبق تعاليم النبوية وإنتهى الموضوع هذه الأخلاق الخلق اللي عندنا وهي موجودة ضمن يعني مبادئ الدين أركان الدين الأساسية أو أولويات الدين هي العقل والدين أولا والنفس والعقل والمار وبعد خامسة سنة راحة مبالية العدل أعتقد العدل راحة مبالية العدل أدل الشيع المهم فهذا غياب كونة الأخلاق هو مشكلتنا كبيرة وهو جعلنا بلا معايير أخلاقية وهذه المعايير من أين تأتي يعني المعايير الأخلاقية التلقاء كاذب يكذب وبعد شوية يتحدث بالسلطة لأنه حسب المصلحة الدين دائما المصلحي هو يستهدف السلطة يستهدف الهيمن على الآخر بالكامل فبالتالي هو يكذب يقتل يسلب ينهي يسرى ما عنده مشكلة وهذا معناها ما في أخلاق وهذا السبب هي الحساسية التوحيدية أو الحماسة ما سميه منفهوم الحماسة التوحيدية هي اللي تخلق مناخ توحيدي هو من خلال على جميع أن يستقضبون جميع الأفعال والأقوال ويأجنونها بمحركات الذهنية لكل إنسان وكل فرد داخل هذا القطع الديني أو الفضاء الديني هذا هو يؤدي إلى التطرف المطلق الذي الخلق هناك دائما أنواع من الرجول الجاهزة لكل من يحاول أن يطرح رعيا هذا أنت شيئي أو ملحد وكلهم حطب جهنم كلامك هرطق كافر شكرا جزيلا هذا ممتاز شكرا نشاب نشاب نساب حليلم حليليم حليليم أنت شيئي أو ملحد وكلهم حطب جهنم كلامك هرطق كافر شكرا جزيلا أنا أعتزب هذه التعليقات لأنه فعلا قدم لي دليل على كلامي هذا أنا أعتزبي جدا جدا أعتزبي الصديق روت أخو منصور أنا لا أعمم لك نسبة جرامي فلسطيني مرتفعة وأكثر من تضرر منهم لبنان هذا صحيح لأنه يريد يحرر لبنان بدل من فلسطين هذا هو المشكلة لأنه هذا غياب الكود الأخلاقي لأنه الفلسطين هو جزء من المنطقة يعني هو أبن المنطقة وبنتقافتها فماذا تنتظر منه أن يتصرف مثل ما يتصرف الآخرين فهذا التقسيم أنه هذا فلسطين وهذا فلسطين هي المنطقة كلها أبنة ثقافة واحدة مشتركة لأنه عند قضية ومحتلة أرض ومشرد ومهجر ويلاقي الأمرين بسبب اليهود وإجرامهم وأصاباتهم الصيونية هذا يعني مسكين فمهم أنا لا أعرف بها بصراحة يعني هذا موضوع سياسي أو تاريخي لا أعرف بها جيدة يعني لا أعرف بها لكن أموما هنا خلط أنواع من الخلط الخلط أدي سبعة أو ثمان أنواع من الخلط الخلط بين فلسطين وحماس أنت تقول يا أخي هذا اللي فعلته حماس خطأ أوكي قل لك لا أنت شمي قصدك قصدك تتنكر لمآسي الشعب الفلسطيني ومآسي الشعب الفلسطيني قبل حماس قبل أن توجد حماس وأن هذا ما تقول هو الكيل بمكيالين وعليك أما أن تقول كريمتك بصراحة أو تصمت هذا اللي قلت لكم صبر واحد فهو يقول لك لا الشعب الفلسطيني مأساته أنا قتل حماس ما فعلته خطأ وأدى إلى ما فيه الشعب غزة الآن يعني الآن 4000 سيصيرون سقطوا وملأتهم عدد جرحة هذا ما كان يوم 7 أكتوبر ما كان ممكن أن يسقطون هذا جميعا لو لم فعلته حماس يعني هل ستكون تحريف فلسطين لا ما ستكون تحريف الكل تنكر وتنصل مما فعلته حماس حتى الدول العربية وحتى الخامنة نفس قال لا خامنة نفس هو المخطط كله مالت وأصلا هو حرك حماس وضح بحماس من أجل إسقاط مشروع السعودي مو مشروع التطبيق السعودي لا أبعد من هذا بكثير مشروع السعودي هو التحول من الخطاب الديني وخلق خطاب غربي في المنطقة هذا يدمر إيران بالكامل اللي حدث علينا نفهم ما حدث جيدا ما حدث أن السعودية شعرت بأن هذه خمس سنوات خطوات محمد بن سلمان أنه كاف الخطاب الديني ما رح ينفعنا رح يدمرنا وأصبحت الدولة بحد قال كذا استمرنا فهذا الخطاب السلفي الوهابي رح يدمر فبالتالي هو المشروع مش تطبيع اللي بعض يعمل الموضوع قال لا ليضرب حتى الغربيين قالوا ليضرب مشروع التطبيع مع إسرائيل ما ليعلاقة بها الموضوع تطبيع أو لا تطبيع ما لا أفهم بها الموضوع لكن اللي يعرف أن السعودية قلبت الموازين قلبت الموزون لم يقع خطاب الديني هو خطاب السائد في السعودية ولم تتمول الحركات الإرهابية لا وجود لأي دعم للخطاب السلف والديني إلا من إيران وقطاب وتركيا فقط الكل تنصل من الخطاب الديني لهذا السبب هذا العمل يصار ضحّوا بغزة وشعلوا الدنيا من جديد بهذا السبب ضحّوا يعني أنا أقول بدأوا يقاتلون بغزة وليس من أجل غزة علينا أن نفهم هذا عنوان المحاضرة عمالتي أن الكل بدأ يقاتل بغزة وبفلسطين وليس من أجل فلسطين ولا من أجل غزة يجب أن نفهم هذه القضية الأساسية هنا القضية الحقيقية هؤلاء يقاتلون بغزة والحمقة يتبعون هؤلاء أنت ما قيمة قضية أنت تجيرها وتسجلها باسم طرف خارج عليه ماذا يبقى من قضيتك أنت أصلا ما قيمة هذه القضية يجب أن نفهم هذا الموضوع ثم ما معنى أن تكون هذه القضية تحتراية دينية ما معنى هذا يعني ربع الفلسطين هم ليس مسلمين يعني لماذا تحول خطاب ديني هل هذا انتصال للقضية يعني هذا الوحد كافي ويجي بعدها لا تحدث عن هنية لا تحدث عن هنية وهو هنية نفس هم بناتهم أربعين فصيل ديني أربعين فصيل سلفي يعني هم متشابهين واحد يتبع الثاني هو نفسه ما أعلم بعض قتلوا قتلوا جماعة جهاد إسلامي وماعرف ما اسمهم بعد أستاذ منصور كل الدول طلبت من رعاياها مغادرة لبنان هل هذا انظار لدخول لبنان لحرم إسرائيل لا يعني استعدادات بساني توقعاتي يعني أنا متشاهم توقعاتي يعني أتوقع دائما أنا بهاي قضايا أدي حساسية أتوقع أنه ستسقط إيران سيكون بدأ المشروع الحقيقي لإسقاط إيران الولايات الفقه أو الحكومة أو النظام الإيراني الحالي يجب أن لا يبقى لأن ما فعلته حماس في غزة لا يمكن أن يصمت عليه الغرب لا يمكن الموضوع خرج عن طور الاحتواء كان هناك احتواء مساومات ومفاوضات لكن أنا أعتقد اتقال جازم خلال سنتين أو ثلاثة سيتم إسقاط إيران في معركة أو معارك مرعبة سيتدفع ثمنها شعوب المنطقة وأنا واثق من هذا لا درجة بعيدة جدا وأقول على الجميع أن يستعدوا لهذا الاحتمال ويرتبوا حالهم على هذا القضية يعني عندي ثقة كاملة في هذا بصراحة يعني ما عندي مش أمني لأن إيران أصبحت خاصة إذا مضى المشروع السعودي ورح يمضي المشروع السعودي بمناسبة لا خيار لدي السعودية غير هذا السعودية تشعر أن هناك دول تتقدم عليها في عمان في الأمارات و لك أنها تتقدم أن تصير الدولة محترمة دولة محترف بها عالميا وعدي الشعب متطور ويبقى أتهم 20 ألف طالب بأثونا للخارج دراسات عليا ورح يشير الشعب متطور متقدم جدا وعدي الآن استثمار مفتوح وشغول على مستوى عالي جدا فبالتالي هؤلاء يقول لك أنا شنو الخطاب الديني ماذا أنا فانيت الخطاب الديني كان مفيد لهم الآن لم يعد بل أصبح خطابا قاتلا يدمر المجتمعات فقال خلص أنا ما نهتاج فالضربة غزة هي كان إيذان لتدمير المشروع السعودي وليس موضوع التطبيع التطبيع هو جزء من أجزاء أو حلقة من حلقات لكن القضية الأساسية هي انحسار الخطاب الديني لأنه كان هناك نوع من التخادم بين الإيراني والسعودي السعودي السلف الإيراني قل لك هاي شيعا ولاية الفقه وهاي سنة ولاية الفقه مشروع ولاية الفقه أصبح أغلب الشيعة تعمل ولاية الفقه كان الشيعة الثاني عشرية أكثر شيء جعفرية يعني لا نظرية لا يتابعون نظرية ولاية الفقه وفقه السعودي كلهم سلفين وهابي فكان هناك نوع من التوازن فالصراع بينهما استمر من 79 إلى قبل خمس سنوات أو ستة ما ذكر بالضبط الموضوع قالت خلص خطاب الديني سيقتلنا سيدمرنا ولن نربح منه شيئا وهم ما أعطوا مشكلة هم أعطوا متحالف مع أمريكا قالوا خلاص إحنا ما نخاف مشي بعد هاي أمريكا موجودة دافع عنا وإحنا متحالفين مع الدولة وإحنا من أشرين دول الصناعية الكبرى وخلاص ما لا ينفعني هذه الخطاب أصبح الخطاب الديني مضر كان مفيد الآن مضر بهذه الشعوب والكل المصريين بدأوا يشعرون بالخطاب الديني قاتل مدمر والآن بدأوا يعني يشذبون أو يقلعون أظافر أو أظافر وأنياب الإسلاميين في كل مكان ويمنعون عنهم التمويل وهناك حركة بهدوء الضربة غزة هي هاي الضربة غزة لأنه هذا اتخاذهم بين المتطرفين بين الظلاميين بين ولائيين والسلفيين هؤلاء قال لك هذا القضية لا يصمت عليها لا يمكن أن نقبل بانسحاب السعودية من الصراع الديني الصراع الديني يجب أن يستمر هي هاي القضية وبالتحالف مع قطر قطر بدون صراع ديني ما قيمتها يعني شتي تصدر لك قطر تصدر لك مثلا علماء ما أده فخطاب الدين هو الوحيد الذي نافع لديها الشكل هوية قال لك خطاب السلفي نحن نقدر نلعب نلعب مئات الملايين من البشر فبالتالي أنا لا ينفع عني الخطاب العلمي في الكلاه التاكن السعودية أنا أصغر دولة فماذا أكون في بحر المنطقة لما تتطور علميا وتقنيا وتفعل الوحيد ماذا أقدم لهم ليس لديه شيء ما عندي غير هذا الخطاب الأجلوية جدي يعني يعني شك أقدم لو أقدم مثلا وجودية مثلا عددوا مفكر مثل سارتر يطلع لهم يسألهم من تيار الوجود مثلا أو أتم عمالقة الليبرالية أو عمالقة الاقتصاد المفكرين أو شنو أتم أتم جوجل مثلا حتى يسيطرون ما عف بس بس حركة السلفية وجايبين جماعة الطالبان جماعة القاعدة والجزيرة هيها وهذا الخطاب الديني الشقع خلاص تين الموضوع فبالتالي هاي الحركة كلها عشان تبقى حماس حتى يدمرون هذا المشروع وهيجون الناس يستعدون يعني هسا مرتاحيهم هسا كلهم مرتاحي الهنية وجماعة قبضة والمليارات مالتهم والحصص مالتهم وهسا أكيد بدأ خمسة مليار لأمار غزة رح تصير بناء مساجد كم مسجد وكذا وينتهي الموضوع والبقية كلها تحول إلى قصور وأملاك والناس يصبق لهم ومن يتحدث مثلي يقولون أنت كافر أنت ملحد أنت ابن الذين وهكذا نسبة للأرحاد ترتفع في الدول العربية والإسلامية بين أوساط المتعليمين والثقفين أنا واثق الآن عندما يصير استفتاء حر بالشعوب العربية خمسين بالمئة نسبة غير المؤمنين وإذا سووا استفتاء باختيار العلمانية الحل العلماني عن الحل الديني أنا واثق سبعين بالمئة من المجتمع سيوافق عليه سووا استفتاء واتحداهم بأي دولة عربية استفتاء حر سليم سبعين بالمئة ومقدمة المتدينين أنفسهم قل لك سووا العلمانية على النمط مثلا الأمريكي على النمط مش الفرنسي النمط خشن والنمط تركي خشن على النمط الإنجليزي وأشكال العلمانية كثيرة النمط العلمانية الديمقراطية وهذا كلها قل لك أو تسوي استفتاء سبعين بالمئة عن واثق إبعاد الدين عن التدخل في قضايا الدولة وشؤون الدولة والمجتمع والتربية والتعليم والمساوات الكاملة تطبيق الشرائعة المدنية تطبيق الان واثق سبعين بالمئة من الناس وحتى لو سبعين بالمئة سووا استفتاء على الحجاب الان واثق سبعين بالمئة سترفض على الحجاب الصديق ناصر الدين ستتم إهانتك إذا عبرت على رأيك مع العربي هو هاي التفكير القطيعي التنافر القطيعي وقاعد أساسي الصديق لو كانوس قول منذ سعود النظام الملالي والمنطقة تعاني من أزمات عديدة لا تنتهي هو لأنه الدين لا بد أن يفرق الناس لأنه بدون تفرقة الناس بدون أن تحدث أو تقدم تروحها إيديولوجية لا تستطيع أن تهيمن على أحد أنت تسوي لك أميريشات إيران طريقتها تعمل ميليشيات وهذه الميليشيات تتحرك حتى من أيام الرسول حتى الإسلام كيف أن تشر هذه الطريقة طريقة متكررة ميليشيات وهذه الميليشيات تبدو السيطرة على كل نقاط الاتصال أو قوافل تجارية الاستيلاء عليها بحجة الجهاد بحجة تطبيق شرع الله وشرع الله وشرع الميليشيات نفسها يعني فهكذا فالملالي خربوا العراق العراق الآن منتجار حتى أنا عراقي نسيتها حتى لا أبدأ رأيي في الموضوع نهائي لأنه ما هو العراق يعني سأتحول إلى شيء ليش ليش اللي أنا ربعت وتعلم حتى اللي كان في حالة انهيار الآن انتهت تماما وما أعرف الناس بعد 50 سنة احتمال سير شيء اسمع الله وباقي الحدود فقط لأنه قوارين دولية وما لها علاقة المكيان الحقيقي هو من البداية مكيانات حتى إسرائيل مكيان حقيقي لكن الدول العربية أيضا مكيانات حقيقية وإنه هاي اللي يضيب عن باننا يعني ما لدينا أي شيء حقيقي كل افتراضي أشكال هياكل لكن قدما تأتي على الأرض لا تجد مجتمع لا تجد شعب لا تجد دولة كل هياكل وأشكال خارجية موجودة لكي توفر نمط من الاتصال مع العالم الخارجي يعني الدول موجودة لكي تدير شأن الجماعة البشرية التي شكلت هذه الدولة لأنه الدولة تخرج مؤسسة من مؤسسات المجتمع هذا التعريف لكن قدما أنت تجد على مؤسسات الدولة بالنسبة أنها ليس مؤسسة من مؤسسات المجتمع الملفصل على المجتمع وأيضا هي موجودة لكي توفر علاقة بين العالم وعالم الخارجي يعني العالم الخارجي إلا كان الدول الكبرى والدول العالم الأخرى إلا كان كيف أتعامل معها أنتم مجموعة من الأفراد والقوائف والمذاهب المختلفة هذه نمط العلاقات فيما بينكم نمط قطيعي فسونا صار استعمار أسسسوا دول على النمط الغربي ولحد الآن يعني نعير الناس ونشنع ونقول علمانية هي شكرا علمانية هم جابوا إطار علمانية إطار الدولة إطار المدرسة إطار المستشفى النظام الإداري النظام الدستوري النظام القانوني النظام القضائي نظام الصحي الوزارات هذا النظام نظام الدولة أخذوا الهياك الرئيسية وخلوها بس الحقيقة لا تجي الدكتور والبروفيسور هو ما يفهم أي شيء ما يفهم أي شيء ما لا هو حافظ الله يعني وانتهى الموضوع بالنسبة وبدليل ما تلقى واحد أخذ نوبل ما يشهر نوبل يعني غير عدة فكير ما ما كفكير المهم حتى أختم الخلط بين فلسطين وحماس يقول لك تقول أنه ما فعلته حماس خطأ يقول أنت تتقل ضد الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني قبل حماس يعني هذه المغالطة الموضوحة تقول يا أخي حماس فقط يعني ما تحدث عن فلسطين هتحدث أن ما فعلته حماس خطأ خطأ فادح ويصف في صالح لا يصف في صالح الفلسطينيين في غزة وفي كل مكان ولا في صالح العرب أيضا ويصف في صالح إيران فقط وهنين وقادة حماس هذا يعني هذا اللي هو الغراب في الموضوع احنا قلنا لاتنياهو بن حلال ابن ستين في سبعين واحد مجرم قاتل يمين متطرف أيضا هو كلهم في الصحيانة كلهم هكذا بس احنا ما نجب نبطال فأيقلك لا ما نكررح مأساة في المسطين لا يقلك لا لازم دخلتنا في حرب 8 سنة لماذا تدخل في الكويت هم الفلسطين نفسهم وليسان دون هذا الحماس شعوب حماسية احنا شعوب حماسية يعني مبدأ أنا عندي العصبية مع المفهوم العصبية أدي بالخلدون لا المفهوم الصحيح الذي يجب يطبق والباحثين إلى اعتماده وتفكير فيه مفهوم الحماس ان هنا شعوب حماسية مفهوم الحماس والشعور بالانتماء الحماسي فيما بينهم وبدون وجود أي أسس قابلة للبناء عليها وتطويرها فيما بينهم هكذا عبد الناصر دخلنا في حروب أيضا وقدما تحدث ثالث ما فعل وعبد الناصر خطأ هل أنت مع الاستعمار هل أنت مع الغرب الكافر الغرب الاستعماري الامبريالية هل أنت مع الامبريالية قل يا أخي نتحدث عن سياسة عبد الناصر عن هذا هذا شعلة الحروب والخلافات مع الآخرين بدلا من أن تبحث عن سبل كواسم الآخرين وحل مشاكلك معهم لا وهكذا القذافي استعمار الامبريالية وهذا ماذا نتحدث نفس الشيء الآن مع هني هذا الخطأ الذي يجب أن نتوقف عنه عندما نتوقف ونقول هذا الخطأ خطأ اتهت عند ذاك هؤلاء لا يظهر علينا أمثال هؤلاء صدّى وعبد الناصر وهنية وبنية وعدوية لا يظهر علينا أيضا الخلط هنا الخلط بين الدين والقومية والدين والقومية والوطن الوطن هو هذا وطن كل الناس كل الموجود فيه بغض النظر عن أي شيء هذا الوطن مبدأ الوطن والمواطن انتهى الموضوع والمساواة شتريت بعد شتريت يعني لا يوجد شيء آخر هذا الدين دعني على الجنة انتهى سير دين سير يهودي سير مسيح سير سير المهم هناك مجموعة البشر يعيشون في بقعة واحدة في مكان واحد هذا لهم حقوقهم متساوية انتهى الموضوع كله انتهى الحياة بانت تطابق مع الشعر وليس العكس ايضا هناك خلق بين اليهودي والصيوني بين الاسلام والفلسطيني الفلسطيني فلسطيني هو منطقة جغرافية انت شعب موجود في هذه المنطقة شعب خلي خلص لماذا خلط حول لا اسلام ماذا قدم لك الاسلام ما علاقة الاسلام بالارض بالجغرافية علاقة عندك ايمان شير يقدم لك هل يبني لك دولة هل يسوي لك بنية تحتية حتى نظام دولة ما عند الاسلام هو مجرد جماعة يوصول الحكم ويأخذون السلط هاي اسلام اسلام واستسلام انه انت ما جماعة انا اصير الحاكم الولي الامر النهائي هذا الاسلام وطبق شرع الله بالحقيقة طبق شرعتي انا الحاكم الواحد والباقيين هكذا ايضا هناك الخلط الرابع والخلط بين الرأي والخيانة ماذا يقول لك يقول لك انت تلوم الضحية ولا تجلات فعليك ان تحتفظ بمواساتك لنفسك ان كنت لا تجرؤ على نقل جراء كيان الاحتلال يتقل له يا ابا هنية هو المسؤول عن حماية شعب غزة وهذا هو الذي انورط او عرض حياة الالوف للخطر وادانة هنية وادانة ما فعله هنية لا تعني تبريئة تبريئة امريكا واسرائيل يطلع لك واحد ينشر لك مقولة الغستان كنافة ما تقولها قليتها بداية يقولها في يوم من من الأيام ستصبح الخيانة مجرد وشاب نظر لا يعني أي واحد معناتها لازم لا يطرح وشاب نظر لأنه تكون تغطية للخيانة ولا يعرف لك ما هي الخيانة الخيانة المزاجة هو فلذلك تشوف الغستان كنافة الآن اكتشفت عندما قلت هذه المغالطات العجيبة كيف يقول لك العكس صحيح أيضا يعني وجهة النظر خيانة معناه واحد سألنا كبتها سألنا واحد قال ماذا تغصد العكس أيضا يعني ده تقول الخيانة ستصبح في يوم من أيام مجرد وجهة نظر أنا قلت لا العكس أيضا صحيح قال ماذا تغصد قلت أنا وضح